لا تهدأ المعارك في تعز فما أن تتوقف في جبهة حتى تندلع في أخرى جبهة الضباب وتحديدا في منطقة الجبال تدور فيها معارك عنيفة بين المقاومة والميليشيا إذ حاول مسلحو الحوثي التسلل لقطع خط الضباب وإغلاق المنفذ الجنوبي الغربي للمدينة مجددا محاولة تسلل باءت بالفشل بعد حصارها من قبل قوات الجيش الوطني والمقاومة التي عمدت إلى حصار تلك البجاميع المتسللة في المنازل التي اتخذ منها ثكنة عسكرية وسقط فيها قتل وجرح من الميليشيا فيما تم أسر ثلاثة آخرين وقتل عدد من أفراد المقاومة وجرح آخرون من جهة أخرى شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات على مواقع الميليشيا في منطقة الغبيب بالقرب من مدرسة لكبوش وتبت الخزان في عزلة الحكومة بمدرية حيفان ومواقع أخرى متفرقة شمالي المدينة إلى ذلك قالت مصادر محلية إلى أن المقاومة تمكنت من تدمير دورية للميليشيا بعد استهداف سائقها في تبة الجعشة شرقية المدينة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة